هلو والله فيكم اليوم جبنا لكم فيديو رهيب جدا جدا اكسسوارات بلاي ستيشن 5 اخيرا وصلتنا وراح نستطيع لكم ياها واحد واحد ونتكلم عنهم بالتفصيل اكثر خلوكم معنا اوكي اول منتج راح اوريكم ياه اللي هو الدول سينس تشارجين ستيشن كل واحد عنده يد يتوهق فيها لما تخلص عليه الشحن وهو قاعد يلا بلعبة عشان كذا هذا احسن شي فيه انه فيه جهتين تكتشحم فيه يدين فيه نفس الوقت خلنفكر مع بعض ونشوفه اوكي ليجي في العلبة الشاحن حق الشاحن الشاحن اليادي الشاحن حقه حق الدول سينس تشارجين ستيشن زي ما تشوفون شاحن عادي ما فيه اي ميزة وهذا هو الدول ستيشن خلنفكه شكل نشوفه مع بعض قبل ما نشوفه هل فيه حاجة ثانية لا فيه كتلوج ما فيه اي شي تاني ما فيه اي شي تاني خلصنا من هذا وخلصنا من هذا هذا هو الشاحن ستيشن زي ما تشوفون شكله طبق الاصل من البلاي ستيشن من ناحية التصميم اللي هو اللون الاسود والأبيض وحتى اللمعان زي ما تشوفون علامة البلاي ستيشن لقتل ما حينه هنا تشبكون فيه الشاحن نفسه زي ما تشوفون وبعدين تحطونا كذا وتاخذون اليد واليد هنا فيها زي الفتحة فتحطونا كذا خلص هاش يد الاولى شحنة طيب واليد الثانية انا اريكم هاليد الثانية نفس الشي هنا في الفتحة تحطوناها ورا خلص انتهينا وكذا تستسحن اليدين ومثل ما بغيت قاعد تلعب لعب انت حين متحمس اوه لا لا بطارية بتخلص ايش يسوي عادي جدا حط هذي كذا واخذ اليد الثانية وكمل اللعب هذا احسن شي فهذه صراحة منتج ممتاز هو نفسه اللي اصلا كان موجود في انا عنديها موجود في جهاز بلاي سيشن فور وشاريها من بداية البلاي سيشن فور اول ما لطلعوا المنتج حقه هذا دول ستيشن نفس الشي وجالس عندي الى يومك فهذا الشي طبيعي اني راح اشتري بعد مرة ثانية ثالث منتج عندنا هو الميديا ريموت هذا عبارة عن ريموت حق كل شي خنفكه مع بعض ونشوف كيف شكله وهذا هو الريموت والله صغير توقعت اكبر من كذا من العلبة يوم شفتها انا شغلت شي بالغلط اوكي شلقه لبلاي ستيشن ومشكلة زي ما تشوفون هذا الريموت يجي معه هذا الريموت شكل بوري كمير حين حين بس خنشوف هنا هذا يجي معكة لوج يشرح كل شي في الريموت بلغات كثيرة ما يجي معه شي ثاني ما يجي معه شي ثاني حطه لجن نشوف الريموت مع بعض هذا هو الريموت شكله جدا صغير وانيق والله صراحة توقعت اكبر من كذا مرة حلو شكله والظاهر انه يشتغل في البطاريات اذا ما كنت غلطان يعني ما هو شحن ما هو بطاريات شحن بطاريات تغيرها ايه شفتوا بطاريات دبل اي توقع دبل اي دبل اي تحطها توقعت شحن غريبة لو كانت شحن اشوف افضل انا شخصيا صراحة بس قالك كذا علي زي بطاريات الشي اسم الريموت صراحة ما ادري كم يجلس هذا بس يمكننا زي ريموت الكنترول حق التلفزيون يقعد لك بالشهور يمكن انا اخر مرة تلفزيون حقي من زمان ما غيبته صراحة فتوقع نفس الشي بكل موضوع اوكي سكرنا طيب هذا هو شكله عبارة عنه عبارة عن ريموت زي ما قلنا في ازرار مختصارات هذا زر معروفة اللي موجود في كل تلفزيون بلستيشن بعد عندكم هذا الشي الميزة اللي في عندك ديزني بلس نتفليكس سبوتيفاي ويوتيوب طبعا ديزني بلس هذا مش عندنا لكن تقدر تغير الزر هذا الى الزر ثاني من نفس برمجة الجهاز من تخلي كرنشي تخلي اي شي موجود عندنا شاهد مثلا اي شي تحطي قد حطه هنا الصورة ما تغير بس لما تضغطها رح يروح اختصار عطل هذا نتفليكس عندنا سبوتيفاي يوتيوب عندنا وعلامة بلستيشن هذي تنضغط عساس يوديك زر الهوم اي بلستيشن ضغط على زر اللي يشغل بالغلط وشتغل بلستيشن هلاك بنشوفه مع بعض الحين على التلفزيون كيف قاعد استخدمه وكيف تنقل بين القنوات فيه اوكي خلحين نجرب الريموت كنترول اللي كنتكلم عنه زي ما تشوفون تحكم عادي زي اليد البلاي ستيشن ما فيه مشاكل خنجرب زر الاختصار يعني اوضط مثلا زر يوتيوب يسوي فتح يشتغل اليوتيوب على طول على طول والله على طول شغله ديقة بسوي تس مرة ثانية لا تخافوا بسوي تس مرة ثانية خلنشوه لما يكون الفيديو شغال الفيديو شغال بعد ضغط زر اليوتيوب هل يديني له بسرعة ولا لا اوكي هذا حين فيديو شغال اليوتيوب طيب خلنروح هنا عند الوصف عند الالعاب ونسوي تس نجرب موثاني زر اليوتيوب هل يبيعطيني على طول يطلعني على الفيديو ولا لا اوكي على الطول طلعني على الفيديو على الطول واو هذا شبه اهم شيء نجرب لكم لانا باقي الاشياء مهمة جدا بحيث انك تتشغل كما شغلتها اقدم اعيد زر الشسمة الابشنز اللي طلع لك هذا الشيء مرة واحدة ديزني ما عندنا اياها بس لما اضطتش يقول لي قد لا يكون على تطبيق من توفر في بلدك ومنطقتك لا انا عارب طيب ما يحتاج نتفلكس موجود نتفلكس هذا افتح لنتفلكس بسطبعا ما في هنا اشتراك نتفلكس ف ممتازة شوف هذه ممتازة هذه ممتازة لانت من النوع اللي عندك مثلا غرفة غرفة تكبوغ او انك بالصالة تتكي مع أخيك وزي كذا او انت من النوع اللي تحب تشوف أفلام وتلعب ألعاب بنفس الوقت فهذه مهمة جدا لانك مثلا اليدك تتحكم فيها صح تتحكم بكل شيء تتحكم بالتشغل الطف في نفس الشيء يعني ما فرق شيء لكن هل أنت مستعد تأخذ يدك هذه حقيقة تقيلة أصب تأخذها كل شوي من عند غرفة عند جنب التلفزيون ومكاجه تجز فيها وتلعب وتروح وتبدل ومدرعيش أشوف هذه أسهلك كثير خاصة امتظر زر واحد يوديك اليوتيوب وزر واحد يوديك تبرمج هذا زي ما تبقى زر زي ما تبقى ف يعني إذا ما أقول لكم يعني صراحة ريموت كنترول ريموت كنترول في البداية كنت ما حسنا لها فائدة بيكون بس صراحة يا مستخدمت الحين يمكن أخلي واحد لأنه من نوع اللي أحب طالع يوتيوب دائما نشوف عندي وخاصة تخدم بلسرين 5 وكأن أنت كنت تستخدمها فهذا شيء بيفيدني كثير وما أدي صراحة بيعجبك ولا لا ما قدر قولك اشترها ولا لا تشتريها انت براحتك إذا تحتاجوا اشتره بس كاستخدام زي ما هم يقولون يعني ممتاز يعني كل شيء زر واحد ضداني اليوتيوب يقدم يعيد يطول يقصر كل شيء كل شيء زي ما تقول بحيثني يشغلك المايك هذا بحيثني تبحث في اليوتيوب مثلا ثرو قيميك كذا يبحث لك عضو قلان ثرو قيميك وهذا كان اليموت حسنا نجينا المنتجات الرهيبة للناس الكثير يبون يعرفون ايش سلفتها اللي هي الـ HD كاميرا خلنفتحها ونشوف تمام هذا الـ HD كاميرا خلنشوف إيش موجود داخل كاميرا والسلك HDMI يجمعها أوكي هل في شيء ثاني لا ما في شيء ثاني بالعلبة فقط الكثيرج يجمعها طبعي هنا طيب خلنشوف الحين الكاميرا كيف شكل آسف هذا مسلك HDMI هذا سلك USB حقها شكل HDMI شفتها معلش ما يجمع سلك HDMI طبعا بس السلك USB حقها لتشبك في الجهاز هذه الكاميرا شابه للبلاي ستيشن 5 من ناحية اللون وتصميم الملمس البلاستيك وتصميم يعني كله هذا أساس أن كتبته على التلفزيون زي ما تشوفون يتثبت كذا على التلفزيون بريكم معها بعد شوية إن شاء الله اللي لاحظت أنها أكبر كبيرة أنا عندي الكاميرا السابقة هذه عريضة هذه كبيرة يعني هذه كانت تجيك كذا هذه صيرة يعني مو عريضة لكنها كبير أنها تكون أفضل من الكاميرا السابقة هذه بنشوف مع بعض كيف جودتها وهذه بتفيدك أكيد في أنك لما تسوي بثوث على الإنترنت عن طريق اليوتيوب أو تويتش مباشرة من البلاي ستيشن 5 فهذه الطريقة الوحيدة اللي تقدر تطلع فيها وجهك لما تلعب ألعاب في الجهاز أونلاي لما تبث ما في أي طريقة ثانية للأسف بلاي ستيشن 5 ما يقدر يحط أي كاميرا ثانية غير الكاميرا هذه حاليا يمكن مستقبلا معني أشكل أنا بلاي ستيشن 4 ما في أي كاميرا يعملت على غير الكاميرا اللي جات مع الجهاز أو هنقول الكاميرا اللي من سوني نفسه فنتمنى تكون هذي كاميرا ممتازة ونشوف نجربها بعض ونشوف وكح خلونا نجرب الكاميرا ونشوف جودتها ونشوف كيف تتركب كل بساطة لشي تتركبها هذا تسحب على تحت وتحطو من وراء هنا في الشاشة ولازم السلك تشبكه وراء في فتحة مكتوب عليها اس اس زي ما تشوفون هنا في يوريك الصورة هذي يجي معا يوريك الصورة ونشبكها فخلنشبكها وراء ونجرب بعد شوية كيف فكرتها خلح نشوف الملحقات بعد ما ركبناها وراء نشوف الكاميرا طب كاميرا تشتي أيوا هذي اشتغلت أوكي لا مش كويسة مش كويسة كاميرا هذي مش كويسة بس خلنشوفها لازم نتحرك كتولي شير ضوط في بداية هنا صراحة كانت مرة شكلها مرة غلط لشكل الإضاءة عندي هنا قوية فما عارف صراحة بس خلنشوف حين داخل أوكي هذي الكاميرا جميلتوا شالت قدامنا عشان أكون صريح معاكم مايك كويسة أبدا مايك كويسة يعني في كاميرات أفضل بكثير موجودة في السوق يعني حتى للإضاءة مثلا بعد هذه نف هذه مرة تعيسة فراحة يعني شفت أحسن منها بكثير لكن 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 ممتازة للبلاي ستيشن 5 إذا تبث عليها مباشرة أحسن بكثير من كاميرات البلاي ستيشن 4 هذه جدا تعيسة هذه مرة ما تقارض يعني هذه أوضح بكثير يعني يوجه ما شاء الله أشوفها مرة واضح هنا خص أنه سيبثت كثير فهذه صراحة بتفيد كثير إذا تقوم بث مباشر من البلاي ستيشن 5 وهذا الخيار الوحيد عندك ما في خيار ثاني تقدر تستخدم غير الكاميرا هذه ف لو بتسأني شخصيا شخصيا تعيسة لكن محدودين عليها لأن هي أفضل شيء تستخدم الحين عشان تقوم بث مباشر من البلاي ستيشن 5 هذي السماعة قالوا سوري إنها تعطيك صوت ثلاث الأبعاد مو بس محوطي ثلاث الأبعاد يعني تسمع فوق تحت يبين يصار هدوكن كل شيء تسمع كل شيء موجود في اللعبة ف هنفكها ونشوف إش داخلها أوكي هذي السماعة موجودة هنخطر لجم جماحة حاجة غريبة كذا كانت فوق أوكي هذي شفيها داخل هنا على يمين في كتلوجات كتلوجات مو حاجة مهمة هنا إش هذا دقيقة مره يطلع أوكي إن شاء الله إن شاء الله فطيلة تفاح إش هذا فنشوش داخله آه أوكي الأسلاك إيش يجي معها أسلاك وش اللي طاح أوكي طاح الـ USB تم يجي معها الـ USB لتشبك لأن هذه السماعة ما تقدر تشبك فيها في الـ USB عن طريق بلوتوث حاليا ما في غير طريقة واحدة تشبك عن طريق الـ USB هذا مباشرة بلوتوث 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 ما يقبل تشبك في اليد مباشرة وتلبس السماعة فيه إذا مثلا البطارية خلصت عليك تنصر اللعب تبي تكمل تبي تسمع تقدر تكون مباشرة في هذا السلك إذا بغير وطبعا نجي معها سلك شحن عن طريق الـ USB سي يعني السماعة دي تشحن أيضا مثل ما تشحن اليد عن طريق سبب الـ USB سي هذا شي مرة ممتاز طيب خلنشوف السماعة نفسها أوكي هذه السماعة شفي تحمص طيب خليها الجنب كده هذه السماعة نخلع البشو عندنا هذه السماعة أول ما تشوف السماعة بتقول ببالك يا أخي إيش هذا سوين يسوي مرة ثانية نفس سماعة الـ Gold صح أو لا بنفس الوقت لأن هذه شكلا تصميما مقاربة إلى الـ Gold لكن من ناحية الملمس من ناحية الجودة أفضل بمراحل كثيرة يعني أول شي لاحظتها الحين ملمس السماعة هذه والجودة حقتها البلاستيك مرة تحس متين وقوي وعي كواليتي وبرضو هذا الربر تشوفونه حق الرأس يعني راحة الرأس برضو تحس هاي كواليتي غير عندك المخدات هذه حقة السماعات برضو مريحة وهاي كواليتي يعني السماعة جودتها كلها عالية وشكلها جميل يعني كل أزوار سايرة بلنوركم يا بعد شوية بشكل أقرب من هنا زي ما تشوفون تزوار كلها سايرة واضحة اللي هو زر الجيم والشات وهذا زر المونيتر بحيث أنك لما تلبسها وتتكلم تسمع صوتك أو أنك تحطها وما تبي تسمع صوتك معنا الأفضل أنك تسمع صوتك لأننا شخصيا ما أحب المقلب السماعة وتكلم ما أسمع صوتك عشان كذا مرة يفيدني أو يهمني زر المونيتر أنه خلول لها زر خاص فيه وعندك تماما تقصر وهذا زر الميوت وتشحن عن طريق اليو اس بي سي أيضا زي ما قلنا وهذا زر وطف الجهاز وتشغلها زي ما قلتكم شكلت السماعة فخم وجميل جدا لكن كيف طريقتها وكيف بيقدر نشبكها بالجهاز وكيف الصوت بيطلع خانشوف مع بعض أوكي الحياة زي ما قلتكم بنا بنجرب السماعات البلس 3D أول شي تسوي عشان تعرفوا تركيبها جدا بسيط ما يبي إلا شي الدونجل اللي يجي معاه وليس بي بس أنك تشبكه هنا تشبكه قدام أو تشبكه وراء ما يفرق بس أفضل قدامنا بعدين أشغلها كيف تشوفون وهنا يبدو ينور خلاص يشبك على طول كل عليه سوي حين شوف تعرف عندي هنا الحين حين ألبسها في خلف سخادي فألبسها كذا أوكي حين ألبست الشسماء السماعات خانجربها بالصوت حقها أول شي خلق تجرب خلق تتكلمكم عن إلا كانت مريحة أو لا طبعا ما أستحيل أنا أعرفها الحين بس أن ألبسها فترة طويلة قبل ما أصور وكانت صراحة ما عندي مشكلة معها أنا هي شكلها كبيرة زي ما تشون أبنطع على كاميرا كده تشوفون شكل كني فضائي عرفته بس من الجن شكلها حلو يعني أطلعوا عن الناس لو أتكلم أحد لا تتكلموا كده 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 مرة ممتازة زي ما يدوكم الجودة ممتازة حلوة الصوت خل أدخل لعبة عشان يجي لاحب ما قاعد أسمع صوت الحين فلازم خل ندخل نجرب الصوت كيف علي الصوت مشكل لسا أنا محافظة زارة ماكنها أوكي أنا علي الصوت نشغل المونيتور عشان أصبح أسمع نفسي واو واو لا لا دقيقة هو مايز قاعد يسمع السماعات كنت قاعد تسمع أنت معاه اللي هذي يطلع الصوت فحي خذ نشوف الحين نشوف داخل اللعبة أوكي الصوت حلو يجيك من كل مكان بالسماعة لا لا نعرب من هنا أحتاج مساعدة أنت فاضي أنت شايف أوكي ودي أمشي زيادة عسن أسمع الصوت المحوطة لأن هذا 3D يقول لك فصوت ثلاثة الأبعاد فخل نشوف حين كيف أنا حسن قاعد أسمع نفسي بس يبي لي تأكد بعد شوي خل نمشي حين شو شي يصير معنا هنا حين واو واو في واحد كان كذا كأنه مر من وراي كذا وراح هناك راح جلس هناك في الغرفة وات رجع الأصوات قاعد أميزها دقيقة السيارات قاعد أحس هنا واحد يقبوني أوكي هرب خسرت ما ليش يا لعبة أنا متحمس بالأصوات اللي جاتني واو لا ما توقعتها كذا دقيقة دقيقة مرة ثانية لا 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 يرح يجز هناك أوكي خل حيني عشان ما نخسر نلحق هذا أصوات البواري أسمحه هنا لا لا شوفوا للأمانة ما أدي ذا كل هم قالوا ما كل العاب رح تستخدم هذا الشي حاليا الألعاب الموجود تستخدم اللي هي ديمون سولز و سبايدر مان مايز موراليس و ساك بوي هم اللي يستخدمونا ما أدي لي لو مثلا كانت الألعاب الثاني بتستخدم مثل بك سناكس أبزور الألعاب اللي نزلت على على توقع أساس كريب قالوا بتستخدموا اللي قال لكم قالوا ساكينت بوضو بيستخدمونا فيبينا نجرب بعدين زيادة بس صراحة أنا من بهر يعني فرق كبير حتى الجودة مرة واضحة فرق عن السماعة القولد أي فخني أصوات سيارات تسمحها أصوات الرياح سمعت واحد سلب علي صوت البوري لا لا صراحة جودة الصوت ممتازة ممتازة مبهور بس ترى هل قاعد أسمع نفسي أنا ولا دقيقة أنا ما دقيقة أسمع نفسي أنا نحط مونيتر أون خل أف تكلم ألو تستيق تستيق ما فرق ما فرق ما دل مونيتر هذي يمكن فقط إذا كنت مشغل المايك أنا حط ميوت أوكي لحظة ألو تستيق 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 ألو هجر بحين شوي حين ما يتشغل قاعد أمشي أتكلم أنا أنا قاعد ألعب شال العربية ورماها أسمع دا تصيح هنا زين يا مابا بنعطيك ولدك أوكي لحظة واو لحظة لحظة الصوت من كل مكان الصوت من كل مكان لحظة لحظة أنا مقدر أتكلم الفيديو الصوت من كل مكان فعليا الأصوات من كل مكان الصوت هنا 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 فعليا دقيقة شوي خلال الصوت هنا أشن أوكي الأصوات من كل مكان جودة الصوت مرة ممتازة الأصوات تأتيك من كل السماعة يعني وأنا لبسها توحسيت واحد وراي هنا تسمع صوت بوري هنا واحد تصيح هناك واحد يسلم عليه يعني فعلا صوت ثلاثة أبعد زي ما قال وما كذب بس الأمانة أنا أنا منبر صحيح لكن للأمانة ما أدري قدام لأن تعرفون هذا الصوت لا تفيدك لك أنت لعب Call of Duty تعرف العدو وراك مينك Demon's Souls تعرف العدو علي سار عرفت الأشياء التي تمشي فيها فري روميج يعني تتمشى فيها كذلك هنا لأسف حاليا لا يوجد فري روميج لأن لأسف بداية اللعبة لازم تقدم قدام ما أشوف هذا الشعيف بس يعني يعني تخيل روزة Evil 8 لما تنزل تلبس هذه السماعة تسبح طوات الزومبي وشي هذه ألعاب الرعب بشي مبصية بالسماعة هذه فبيصير شي حماسي صراحة قلت أنا لنجرب صوت المونيتر هذا ما أدري لنجرب أوف في الحين أنا في هذه الشيحة أرهب إنسان في الدنيا أوكي المونيتر استغل قاعد أسمع صواتي بكل وضوح ما في زعاد لك لنشغل اللعبة قاعد أسمع نفسي ستل أوكي لا تمام تمام أوكي لا ما عليش السماعة هذه ممتازة أنا من بهر جدا جدا منها فإذا بتشتري سماعة لل بليسييشن فايف يعني ودي أقول أنصحك بهذه لأن يعني جودة ممتازة الصوت ثلاثة 499 ريال أو 415 ريال حاجة زين كذا لكن شخصيا أشوف أنت تسوى ممتازة يعني للأسف يعني تقدر تشبك الأسترو عليها أنا شبكت الأسترو عليها على فكرة عندي الأسترو جن فور جديدة وما طلعت أصوات 3D هذه أبدا يملبستها فما أدري هل هذا علاقة بالسماعة نفسها معنا بليسييشن قالوا أن الجهاز نفسه بيطلع لك الأصوات لتشبك أي سماعة عليه فصراحة لا أقدر أضمن لكم أو أقدر أقول لكم يعني أنا شخصيا جربت وليس ضبطت معي لكن مع هذه ضبطت سمعت لسوات 3D الأبعاد وحاجة ثانية مهمة جدا بيقولك بياها صحيح أن هذه السماعة تقبل لأنك تشبك السلك عليها من هنا لكن إذا شبك السلك ما رح يشتر معاك صوت ثلاث الأبعاد هذا حسب كلام سوني نفسهم عشان كذا عشان تسمع صوت الثلاث الأبعاد زي ما أنا سمعت التو لازم دائما تكون مشبوكة عن طريق الوائلس وهذا كان استعراض نا الشامل الأكسسوارات الرهيبة حق بلاي ستيشن 5 وحنا رح نجاوب عليكم بأقرب فرصة ولا تنسون لايك اشترك في القناة وحبكم يا راهيبين وبكرة لإطلاق حق بلاي ستيشن 5 الرسمي عندنا بالسعودية اللي متحمس يكتب تحت إلا متحمس أعطيكم 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 ومع السلامة